موسيقى 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 مش مستعملة عايزيننا كل ايش بس ربنا يستر بقى والفريما يعني اشازة ملكاو بقى ما خلاص بقى ونبقى خش وعمل كذا وكذا وانت وجون ومش انت وجون مجموعة الاهل اصحب طبعا نجمي السحيلي وطبعا احنا على شمال افريكا بنعمل لهم الف حساب ويبقى متشتهم صعبة ورخمة مجموعة الاهل صعبة كتير قوي عن الزمالك بالنسبة للزمالك انا شايف من الزمالك ان احسن في المستوى دي مع كابتر حساب ميدو وان شاء الله باول مجموعة زمالك ويقعد مع مجموعة كويسة وان شاء الله يكون فيه يعني هيقدي مستوى كويس والاهل مع النجم السحيلي وطبعا النجم السحيلي فريق قوي من الفرق اللي هي بتنزل عشان تنافس وتاخد البطولة بس بإذن الله يعني الاهل هي حقق انجاز والله يلا ارعى موقع الفريقين يعني مجموعة تعتبر نوعا ما سهلة لكن الاهل معه النجم السحيلي والنجم السحيلي انت عارب فريق احنا مع شمال افريقيا يعني حظنا مش قوي بس ان شاء الله الفرقيتين هيفوزوا ويتأهيلوا بإذن الله مشالين علي بصراحة هو بيلعب بره ارضه كويس جدا يعني بيضمن نقط بره ارضه واكيد على الارضه يبقى كويس فمش خافين الناس زمالك الزمالك بوقعه مع الهلال السوداني وقوقعه مع مازينبي الكنغولي وقوقعه كمان مع الفرق الرعبة اللي هي فيتا كلاب اعتقد ان فرصة الزمالك كبيرة جدا ان هو يصعد يعني او ان هو يتأهل يعني على حساب ممكن يكون الهلال او على حساب فيتا كلاب يعني هو بين الزمالك واقع مع قراء هو مفيش غير مطش بس صعب اللي هيقابلنا هو مطش مازينبي لكن بقية الفرق هو بس سهل مأمورية معانا ان شاء الله مع الزمالك لكن الاهلي واما مجموعة ضعيفة واردك جدا والاهلي كده كده واردك هيكسب يعني بالنسبة للاهلي يعني الى حد الماء كويس بالنسبة للزمالك ان انا شايف ان اياه مش جيل متوقع هكون متوقعين اصعب من كده شوية لا الاهلي ممكن ياخد البطولة الاهلي في البطولة دي الاهلي بيعدي يعني بيوقع بس بيوقف يعني على رجلين انا الصراع بحب الكورة بس بسراعه ما بحبش بحبها العبه بس ما بحبش هتفرج عليها لاني بتعصبني يعني ده بيقضي يزاعي يقولك خش وعمل كذا وكذا وانت وجون ومش انت وجون والاورات دي انا مبحبهاش يعني ان شاء الله الفرص كويس بس يعني برضو الجمهور هو اللعب رقم 12 اللي بيبقى مع اي فرقة ماليش انا مأهونة ماليش انا بتابع قرى ماتابعهاش انا ماتابعه 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 بس ربنا يستر بقى والفريما شازم الكوي بقى خش وعمل كزا وكزا وانت وجهون ومش انت وجهون اهلا بكم من جديد شايفين المكان ده ايه? المكان ده فين احجا همونك? كم عت? اه فاكر الجامعة دي كتعمل ازاي من الاسباح? يعني حالة جميلة جدا يعني لازم نبص النقطة دية ازاي حصل الاستقرار اللي رجع والناس داخلها لما لما موضوع الحرم تزبط من بوابات وكلام من ده والموضوع ده يا كابتو شبير عايز اقول احضارك حاجة انا انا مش بصدق نفسي الناس اللي عملت زايد على مصلحة البرد. يعني ايه? حرم احنا بحضارك بنروح الصعودية. اه. حرم المكي والحرم مادني جنبك من سيدنا الرسول والسلام ولاقس بالبيضة وقاعد بالواقف. مع المسدس موجود في وجوه الروضة الشريفة. اه. 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 يعني يعني عايز ايه 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 الفلسطيئة اللي بيحصلوا ايه. ده فيه كدسية افضل من دي. فيه حرم افضل من حرم الرسول. طبعا. وحرم المكي. يا جماعة مش عايزين يزايد. اه. لا والناس جماعة. مع المحترمين انا محترم اه. ولادنا عايزين يتعلموا. اه. سيدك من النص ده نص في المية والله. اه. زي القلت رسالة. لسه حد ام بره بقول لي منهم لا بقول لي كانت متعت في الحياة. اخد ولادي وراح اتفرج على الماتشاة. صحة جبت. قال لي والله قال لي كنت باخدهم الجمهور وقش في حد. وحلال. قال لي كنا بنبتحت نقفره لانه 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 بيبين ان لان تستطيع ان تتطور البلد وطنة ده كنت تشو بيب من دير الفرز. لازم يفرز. طبعا. لازم. طبعا. لازم جوانا. كلان نظم جوانا. في الوسط الرياضي. صحيح. في السياسة. في الاقتصاد. لان الفرز خطر. انا والله يا عزيزين كنت تشو بيب مشفل جدا. والان محرك جاية من عدم الفرز. لان انا بنقعد في اعادات الحقيقة. الكلام عن الوطنية. والكلام حلو. لكن المجموعة اللي موجودة دينا امارة. دينا امارة انك انت عايز تتصور. او دينا امارة انك انت. خلينا اول بس عاملين خدمة جديدة النهاردة. الناس توقعاتكم المباراة للزمالك والاسماعيلي. تليفون الارضي 0900 9400. 0900 9400. او الموبايل 26 70. رسال اسم اس على 92171. 92171. او الاتصال الدولي على 0088216. اتنين اتنين سبعة سبعة اربعة اتنين سبعة سبعة. طيب خلينا كده احنا قفلنا ملف لجنة الاندية. ازن الله. هل هيبقى فيه اجتماع ولا? والله. انتو خلاص اصدرتوا قراراتكم والموضوع بالنسبة لكم انت. احنا جوه بعد اللي قلنا لازم بقى فيه جلسة عجلة مع اه مع اللجنة او الرئيس والنائب. ام. لان احنا حصل تغيير في النائب حضاك في الجلس فانش. هو اللي استاذ محمد ابوهاب? لأ ممس النادي الاهلي زي ما يطلع يعني يعني بيحضر صعادة وكان مفوض الكابتن طهر ان هو سافر رئيس البيعسة في الموضوع. هو ممس النادي الحسب وجود. كحاجة عمهب لو موجود طعمها يبقى رأيها. هو ممس النادي الاهلي ايا كان هو موجود. تسعلش مني. اه. ده شغل صلاطة. ديه. فيش حاجة اسمها كده. في حاجة اسمها. ما هو. رئيس اللجنة الاستاذ مرتضى منصور. ايوه. ما ينفعش لما يجي مكانه الاستاذ احمد جلال يبقى هو رئيس اللجنة. لا. اه 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 انا معاق بس هو. هو بشخص. نائب رئيس اللجنة الكابتن طهر الشيخ. يبقى الكابتن طهر الشيخ. اه. ما حضرش اه مجازا. مجازا. اللجنة تسمح لواحد غيره يحضر لكميروس. وا واقعش ناجب رئيس اللجنة. اه. والاعضاء انا موجود نظر كده. اه. بس هو اللايحة. اه. بالصفة مش بالاسم. يعني لما مشي. بالصفة. اه بالصفة. اه بابدان لما مشي الدكتور جمال درويش. اه. انتفقد صفته. اه. 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 جي 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 المشتر 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 جي ازاي? اه. جي عشان احن مقعه ده مقعد نادي الزمالك. مقعد نادي الزمالك. برضو غلق. اه. برضو غلق. اه. انت تنتخب الراجل. اه. انا ممكن يكون النهاردة مسر نادي الزمالك استاذ مرطان منصور ده. ناس شايفها راجل قائد وليدر. هي الموضوع. يمشي يجي واحد تاني مسلا. اه. لما اخذ ضعيف مش عايزه. مش عشان هو مش هيكلة. اه. اللي حاصل اه. السبب المشكلة لو تفكر حضاك. اه. كان اه. كانت اللايحة عيمة. مش باينة. اه. فبدأ يكمل الجلسات. اه. ويجي المشروح ازم مباشر الرئيس اللي وراه. وعمل مشكلة. اه. كان في مشكلة جبيرة بين اله. لو تفتكر بعد. نعم. حصل مشكلة فمن ساعتها. وبتتاخل الموضوع بالصفة. ما انا اه. يعني اتخل انت موفقني الرئيس. اه انا طبعا. اه طبعا. فيها از اه يعني انا عندي اه الحاجة. انا اشان الناس يوسلي. اربعة بيجوا بيحضروا. الانبي. يجي. مو. مصطفى النادي. وممكن مو. مصطفى النادي. مصطفى الامير. ويجي رابع. مو. اه. منحكي له من جديد. لا لا لا. المندوق. لا سلبيت. لا سلبيت. اه. لان نهاردة انا عيده المجد الشعب عن طنطة. اه. عيانة بعد اخويا. انا معك. اه. مانت جسا. اه. لذا احنا افننا الموضوع و هنقض ان شاء الله ده اسمه معاك كابتن ايمان ادغيدي مدير الكرة بنادر انتاج الحربي و عايز اوضح حاجة امسا يا خير يا كابتن ايمان اتفضل يا فندم اهلا بك يا فندم اتفضل امسا يا بكير يا كابتن شغير ازاي كابتن ايمان اتفضل يا فندم انا طبعا من الهاردة سمعت الحجم حمود الشامي اه في صباح الرياضة و معاك اعاك من المداخلة بتاعتك اهلا بسرعة اه فيان راجل ده احنا منحبه طبعا وdıحضر مع المؤتمرات كلها من السنة اللي فاتت لجنة الانديا فجئت من الهاردة بيقول ان في مديرين فنيين بيحضرو اه طبعا اه معاك وقال نجل انتاج الحرن طبعا انا بعت لاحزة بس الاحزة بس به لا مديرين فنين بيحضرو فين يا فندم اه لجنة الاندية وقال نجل انتاج الحرن انا سامهم ام نافر في الصيب τον فين يا فندم الكلام صباح الرياضة الصبح معاه لا أنا قلت أنا قلت أنا قلت أنا قلت أولاً كان بيكلمني كابتن شوبر إن هل في حد بيتدخل طول ما فيش حد بيتدخل مساء سجال ما جلناش أي جواب يطالب بالهبوط دي أول حاجة تاني حاجة بيقول لي هل كلهم كانوا عضاء مجرس دارة تلاندية يعني حدثك عضو حدثك زي حدثك موجود وأنا عارفك وحدثك محترم وبتعضر معنا كل حاجة يعني الصفة الأساسية لحضثك كمدير داري أو مدير الكورة مدير الكورة والنادي أه لا يزم يكون قوضوا مجلس إدارة أو رئيس حدثي ده بس عايزة وضعه مش معناه انت كاس من حدثك لجدية اللايحة كده لا يزم تكون رئيس أولاً إحنا معندناش مدير فني نهائي عمره حضرت كإنتاج حربي مش مدير فني مدير كورة حدثك مدير حدثك مدير كورة في نادي إنتاج الحربي ما يقصده الحجم حمود الشامي يا كابتن نادي مش مش أعضاء مجلس إدارة ولا مش مدير النادي ممكن يكون احنا يعني مجازا بنقول المدير الكرة بيبقى فني المدير المدير الفني فني او المدار الفني يعني اعتقد اتمنى اشان برنامج اسمه اجمل صباح مشموص صباح الرياضة برضو ارجع بادوحلك تاني انا مش نيابات انا حاك محمود انا موضوبة دايما اما معناه انه حد مش في مجلس ادارة كبتنائية بس. ماجلس ادارة بس كده اه قصدي يعني اه. بس. يعني لازم يحدة لحضرتك اللي اقوله ماجلس ادارة او رئيسة هي هي اللايحة كده بس مش قصدي. لك انه حضرك انت بتشرف ما انت بتنورنا. انا قصدي كان في القرارات المصيرية زي رجاء الهبوط لابد ان يبقى فيه عضو باجزار او رئيس ده انا قصدي وانا بتكلم مش مش انتقصت وانا حتى لسه بقوله ولا حد حد من ضبع الحد اللي تم انتخابه دي اتأكدت نفس النقطة اه اولي بقى موجودة كابتنين اه لا مش اتأكدت النقطة يا كابتن احنا حين احنا مواقم اللي هو مادة اللوذي موجودة عن نديد الجيش كلها والناس ديوات عاملها هجوم على نديد الجيش بقى انا عديد الجيش ما اتكلمتش مهائي على الهبوط عاصل او ما نقولت ما نقولت للكابتن شو بيه قلتله قلتله ما حصلش لجلنا جواب من المينيوم من القناة اه تمام انما المستشار المرتضى فتح الكلام قدامك حاج محمود وانت موجود لا ما كدش موجود كنتمشيت انا كنتمشيت لا انت تتازنت في الاخرى عشان عندك عازة ايو بس ما حضرتش الكلام والله ما حضرتوش اه موجود اه لا لا انت قدت موجود حضرت لا موضوع الهبوط ما حضرتش لا بص يا حاج محمود انت من البداية واحنا في نادي الزمالك اول اجتماع اول اجتماع قلت غاجمت الانبياء اللي بتدير المسابقة ايو بتديرها ايو بتديرها صح اه بتدير المسابقة اه بتدير شروط المسابقة من كبل الاتحاد المصري انها مرتبطة بالمراحل السنية الاخرى القسم التاني والتانية والراب كلام سليم اه والدور المتزئة كانت لما اعترضنا في البداية على الدور المزمواتين قلت حضرتك اه والله انت اللي بتدير المسابقة ومش هينفع لها اللي بصر السنية في مطبوعة واحدة بعد اذن حضرتك المجموع الاكتون اللي دا ملوش علاقة بالهبوط والصعود يعني بالنك انت يا حضرتك تتغير في الشروط المسابقة بدون الرجال الاتحاد الكورة بص يا كابتن ايمن بعد اذن حضرتك وانا كنت لسه مختلف مع الحج محمود اللاجمة اتفضل انا اسمع هم هلو ايوة كابتن شبيب, انا بالكلمة والان ايها ما نقول والان عايز اعرف اختصاصات اه اه من بداية انا والا ما نارككة Hell During Company ايه من البداية اقول تقول انا عايز اكتصاص هم ايه المحمود والايERT الالاستاذiv اللي انتله بيتديري المسابقة طيح انا بشكرك كابتن ايمن الدغيدي وده اللي قاله الحاج محمود هنا انت او ما غير شو قالا لحنا فعلا بيديره المسبقة لكن ما بيينظموش المسابقة عشان نكون واضحين هي خلطة بيطة. اه. يعني القصد ده ما نبتلك سلطة. عايزة عايزة عط حال. عاملت سلطة زمان كتت حلوة. ممكن اغارة. لا لازم. يا حق محمود بعد اذنى حضراك. يتم انتخاب. التسع اندية او السبع او الخامسة. اللي هي الاندية اللي تم اختيارها. صح. مع مع كل احترامي اه دول دخل ودول خرج وبقى المشاكل او من ايش علاقة بيها? هم اللي يحضرهم. فيش حد يبقى تمندوب عن حد. كلام محترم. تبقى. انا جبت بس تعمدت فريق الاخراج عندنا. يا سلام. يجيب لي اللقطة العكسية يا حجم. يا سلام عليكم. اللقطة الولاد وهم بيدخلوا. شكوروا. وهم محترمين. وهم عايزين يتعلموا. ايه. اللقطة الناس او بتتكلم في الرياضة وبتتكلم في شؤون العامة. ولقطة الملوتوف. زي ما الناس اللي عايزة تخش المتشاط والتحادة وفي خمسة المية برضو وعمل لي من لطوف وعمل لي مشكلة. مش خمسة المية. والله ما في نص في المية. والله ما يكمل نص المية. اخسم لك بالله. لانه انا حتى لما باسمع السادة المسئولين. اه اللي يقول لك اه الدول الف طالب من ربعمائة الف طالب عندي. هو رئيس الجامعة. وياريت يلغوا الانتخابات بتاعت رئيسية الجامعة. ولا هما ده دي لانها هي اللي بوازت الدين. طيب. هل انتو قلقانين من تهديد الاساس مرتضى منصور لكم بالحل. والله اقول لحضارك على حاجة. موضوع الحل اه وارتباطه. اولا طبعا يعني الارتباط نفسه مش مهم. لكن هو مفيش قلق من ناحية الحال. اولا ليه? ليه حضرتك. اه. قرارة القضية سواء يعني مفيش يعني احنا مش معجلينها. عشان حاجية هو في قضية مرفوعة القضايا الاداري. اه. سواء تدخل اه. اشان طبعا مرسور او ما تدخلش. اه. في حكم يطلع. اه. الحكم ده حكم البيدائي لسه كهذا اداري. ولسه فيه درجات اخرى. واحنا محاسين ان الموضوعنا مش قليقنا. اه. مش قليقنا. اه. مش قليقنا. مش قليقنا. مش عشان تدخل. مش مش انتقاس من قضية. اه. عموما القضية احنا ممشتغلش والقضية احنا مشتغل بنعمل الصح سواء ده. اه. نتطبط بحل مجرس الانتحاد او الانتحاد يتحل. اه. بسبب حاجة. لان احنا اه. اه. هدفنا في في ظروف صعبة. ومنتخباتنا مشة. بابدل. اه. اه. ترتبنا في الانتحسن. المتخبات كلها. شكلنا المتخبات كلها. اه. اه. من اول مرة بقى انجهزة ممتازة جدا. وعندنا التصفات هتبدأ. المتخب اولمبي ومنتخب جميل المراحل السنية. عملنا. اه. شغل فيه. اه. قيد وده. نهارده نهارده. نهارده كمنا احنا اعتبادنا المرة اللي فادت المسابقات النهاردة معادش فيه مسابقات وهمية بتتعمل المسابقة السنة الجاية ان شاء الله 95 هو اللي موجود تاني سنة 94 ده فريق اول بتقبلهم بي معقولهم خمسة محكوزين ده حاجة بقول هلك المرحة ده مدنا لا قولي تاني لا قولي تاني بقى يعني المسابقة تبدأ 95 95 يعني اللي عنده كم سنة هيبقى عنده 20 سنة هيبقى عنده 20 سنة هو ده الصح ده اخر حاجة ده اخرنا دون ال 20 ولا دون ال 23 ده المشكلة اللي اتخلت مع الله ارحمه كابتن جار وقالولي انه مش زعلانه طول ما ينفعش مسابقة حتى 23 سنة مش عالفكرة قدما التحايل عليها اه طبعا التسعف والسن يلعبه وهنخط خمسة عشان تصفات المنتخب اللومبي مع الخمسة وعشرين موليد 93 و94 مع بعض يعني اذا من موليد 93 و94 خمسة لعبة فقط هيتم تسجيلهم مع الخمسة وعشرين كم لعيب هيتسجل في الخمسة وعشرين هنبدأنا بخمسة وعشرين في خمسة وتسعين وبعدين من التزاق وولي ما بتنزل تحت كل ما بتزود عادة عشان القعد ما ممكن تزود في الخمسة وتسعين شوية اه احنا عايزين اعملوا 30 انا اقترحها 30 اه طبعا ممكن تزود وده اللي هيمشي ان شاء الله هاي بقى 30 ان شاء الله طيب 30 في الخمسة وتسعين ومعهم خمسة من 93 و94 حطوا بعرفين اول حطوا بعرفين اول المميزين والباقي هينزل بقى في المكان ما يتحجس ينزل في السوق حطوا بعرفين ممكن تزود العاقbian ادي 30 لعيب معي تلاتسعين اه واتراتسعين الان ستين اخذت ليهم خمسة بس اصلح في كل نادي من عندين دوري عمتياز خمسة وخمسين لعيب هيتم الاستجرع ساعر خيص اه انزل بقى ولعب ولعبا الصرف عليها وبانتخبات في 23 دوري عمتياز غير الدرجة الاول قد اي اول حق نمنا نتين 95 النهاردة اللي هي الأساس اللي موجود في الدور اللي في منه بيلعب محمد الشباب هو اللي هي بالأساس فرصة ذاهبية كابتون شوبيل موجود في الجيل ده 25-36-37 انا مش ربع لمكتاب 95 افضل عناصر ممكن 10 سنين لمصر فعلا اه النهاردة 97 نجوم فريد الاول عندي رمضان طاهر بتاع المولين رمضان بتاع الاهلي وكريم بتاع الاهلي 97 96 يوسف اوباما ده 96 خالد شكبال ده 96 اه. كل الانات تين الواليد خمسة ستة وتحيين وسبعة وتحغيل ما ide Lay onohid 5 تواصل اجيال في التاله اجيال في موجودين دول. اه. في todo الان ديوم نازم يدهم الفرصة. نتعبو في القتة ده. اه. وتمنى بقى كامتش شمال تتمنى معنا موضوع احترافهم في القتة ده. واحترافهم ده. احنا نتمنى بنا نتمنى نتمنى احنا نعملあれ gemacht السلاسية. احنا موقفين تسجيل عقود من سبعة تسعين. احنا بنعمل دوقتي عادة سلاسي. احتراف سلاسي. اه. ما بين اللاعب والنادي والاتحاد. عشان ما يفيش فئة تضغط النافقة. اه. فئتين يوافقهم يتم احتراف اللاعب. وتحطي قيود ومعايرها. واحنا عمين مجتمع جايبين الاندية كلها عشان يوافقوا معنا. على 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 دي. ده شغل بقى ده. الاجتماع ما الاندية. قالوا لنا ايه اللي نعمله عشان العيب يساعد على احتراف. ما ينفعش تقولي اتنان ده اتنين مليون تتا مليون. ما فيش احتراف في الدنيا بيتم كده. اه. يعني شوف اه محمد صراحة طار بدأ بايه? بدأ باعارة. ثم اعارة بنيهة البيع. ثم بيع بنسبة. ثم بيع نهائي. هي الدنيا كلها كده. نعم. ما تبدأش تطلب هزا الرقم. زي ما حتاك شفت. محمد ضريم صفاكته بازل. اومر جابل صفاكته بازل. قبل ما بيجي. ما بيكملش. نعم. ولا بيديف اضافة للايه. المنتخبات بعد ما العيد. ده خبر كويس. اه. نظام جميل جديد. نحتمنا بارع. وان شاء الله. كل الشغل ده بنعمله المصلحة. بدون النظر بقى على اين هيزعل مين. او هيفيد مين. لا مش مهم. نجتهد قدر المستطاع. ودي امانة. اه. طيب. خليها اروح لفاصل اه مرة ثانية وارجع معا الحج محمد الشيخ. زي النهار ده. منذ احد عشر عاما. خسر منتخبنا الوطني امام نظيره الفرنسي بخمسة اهداف دون رد في اللقاء الذي شهده ملعب دي فرانس في العاصمة باريس. تقدم تيري هنري لمنتخب الديكة بهدف في الدقيقة الخامسة والعشرين وعززه باخر في الدقيقة الرابعة والثلاثين. ثم انهى روبرت بيريس شوط الاول بهدف ثالث في الدقيقة الخامسة والاربعين. في الشوط الثاني وصل زملاء الحارس فابيان بارتيز مهرجان الاهداف واضافوا الهدف الرابع والخامس عبر جبريل سيسيه والبديل اوليفر كابو في الدقيقتين الثانية والستين والتاسعة والسبعين. اشتركوا في القناة